ارجعنكم في حظك وحلمك مرحبا بيكم الناس الكولت والعشرة واربع معكم نحنا نواصفكم كالعادة حتى النص الليل نذكركم انتوما وما كنتو قاعدين تسمعوا فينا اذا كنت حابوا تعرفوشنا بخبيلكم الحظ مرحبا بيكم كلمونا على 72-328-500 مرحبا بي لكم انتغامتاكم زيدا نيس كولت نجمو تخليوهم على الباج فيسبوك غاديو ماي تونيزي وفي ساعتنا الثانية كالعادة بيش اعطيوا فكرة على الابراج الثانين للأسبوع ذاية اللي هما الاسد العذراء الميزين والعقرب وشا مخبيلهم الحظ للأسبوع ذاية سيمو حسنا يا تاك السحر اختنا ام وانا نشوفوا الاربع الابراج اللي الناس الكولي ستنوا فيها مقولوا ماي ترقدوش واذا بيكم تابعونا خاصتناك الاربع الابراج يسخفوني برشا الجدي والدلو والحوت واذا انا مو اخر جاي من نصف الليل كل مسالة ستنوا مترقدوش عاد عنك برشا مفاجآت تابعونا عاد به نشوفوا برج اللي هو الاسد الاسد الكرتولوجيا والحظم تاعو تحسوا تعب برشا اخذ الكرتولوجيا في الكامك انه يتابعو فيها برج الاسد ديما تعب برج الاسد تحسوا مخنوق تحسوا ثم التعب عفجرتو لاهين بيه كنو جاي قدم في حاجة ايقا ديما مش قد قد ماري قدم ماري اخر غامر على برج الناس دفع على برج الناس ولما حتى انسان تحرك مع مشاعره يا سيد ركبهي لكن عطيت برج الاسد ثقة على برج الناس وتعبت خستان فيه امور عاطفية سوى انت ولا ذكر تعبت برج قلبك طيب واحنين برجا لكن ساعات في العاسها تصرفاتك تغشى لقل حاجة الكوكب تعكنتها المشتري هو قريب الكوكب هو القمري بهين برشا مش خيب والاسبوع ذاي تمر بصعوبات كبيرة حتى هو برجك ناري والقوس ناري مع الكوكب هو والذاي الاسود اللي قاعد يمر بيه يتعبك شوي نقول لك ازيك من الدعثير لا تتقبل حاول ابدا التشنج حاول اضحك حاول ابدا برشا ما تنبهت ما تدينش نفسك حاول تكون قوي برشا ما تكون ما تكونش ضعيف شخصيتك بتضعفش تسكر وذنيك برشا مش كل كلمة تأول لها برشا كلمات ركز في دراستك ركز في امور عاطفية ركز مع عائلتك باش تنجح في الاسبوع داي خاصة في اخر اسبوع باش تتحرك امورك وثم مفاجأ لهايتك في اخر اسبوع اللون الي عشق الاسد هو الازرق والابيذ والاكحل الاسبوع دا ماشي معاها بالبي ارقام الحظ الاسد هو رقم اثنين ورقم واحد وعشرين واثناش والايمات الي ناس ببرش الاسد هو يوم الثلاثة ويوم الجمعة شوفوا البرش العذراء اللي هو برج السدس العذراء طيبة برجة في ساعات تبدأ كنوارا وساعات تبدأ فادة طلعت الاسبوع داي في الكارتولوجيا هي مليكة طلعت الاسبوع ديما بريئة العذراء مقولها يا عذراء طيبة رك لكن مشكلتك ديما تعبة جاتك فترة والاسبوع ديها وخاصة الاسبوع القادم المشمر بيه في هذا الاسبوع ديما تحسك تعبة مدقة وفاشلة على شك يا عذراء قوم شوي في حياتك انتي فرصتك هذي وعذراء هي طيبة برشة لكن حسن ديما تخمم عندها ثقل كبير نزع لها لكن اقول لك ارد بالك متسرع عندك حاجة برك غامضة متحبش سرح ديما تحب تطرق اكشكار اللي عندك لكن ما قشت زرح نين سواء انثو لا ذكر ورد بالك متسرع في الفترة هذه اسبوع دي كوني مراكحة سواء في امور العمل او في امور العاطفية او في امور الدراسة مر فترة لو لا بتعب بعد تبدأ العاجلة سارحة في تفائل خير ورد بالك إلا ما الثارثرة بشتنجح في حياتك اللون العشق العذراء ديما يعشق الروز والأبيث واللون اللي قام الحظ هو رقم رقم واحد ورقم سبعة والآيمة الناسبة البرج العذراء هو يوم الثلاثاء ويوم الجمعة شوفوا البرج الميزان الميزان الكوكوب بتاعه هو ماشي بجداء لكن الميزان تعب ثقل برشا عليه الوزن الكثير عليه برشا والغلوات طلعه تيسر طيب كيما اليوم نمروا بكيلو الفلفل بربع لاف وثمانمائة ونماشيين الميزان قاعد يكثير عليه ثقل برشا إن شاء الله ربي يفرج على بلادنا وعلى كل الزوالي الميزان تعب برشا تحسوا بخنوق إن شاء الله الميزان أسبوع دي يقعد يناي مخنوق يحنين برشا الميزان ويحب يقدم حب يوري وجه السوق لكن ونكل ونجي ميل يخرج بنجيبه ودخلش صحيح ميزان سابور برشا تعب قاعد عنده برشا عروض جياته سواء في أمور عاطفية أو في الشغل أرضي بالك يا ميزان ما تقلقش أرزن رأوا الأفاق متاعك جيدة كلها بايا شاء الله تكون الأسبوع دي تمر بتعب لكن ما تسنناش في حاجة باش تفرحك لكن أرد بارك تعذرش عليك بمرصاد يستنوا فيك باش تطيع أنت إنسان قوي برشا مكافح تكافح برشا كان في سواء أمور عاطفية أو في الدراسة أو في سواء المال قاعد لغوطك الكبيرة برشا تمر بتعب أكثر من لازم لكن إن شاء الله يكون الكوكم مع قلبه اللورة تكون طيبة برشا الأسبوع دي أرد بارك ما تعذرش مش تقولك تكسب برشا حوالي بتجيك وقولك مش تمر بصعوبات لكن ما تعذرش أرقام الحظ اللي قاعد ماشي بها هو جوزي هو رقم عشرين ورقم ثمنتاش وستاش واللول اللي عشق الميزان ديما قاعد مركز على كحل وننصح فيه ونقول لك أبداليه ديما أخو نحاول أبعد شوية يكون أكثر يكون أكهل آه يكون أزرق أو يكون حواجة فيها تكون شعشاعي باش يمشي مع برج الميزان والليمة ينصفوا الميزان هو يوم السبت ويوم الأربعة شوفوا البرج العقرب هو الثامن العقرب قاعدة في الطالع وفاتت خرجة المعزق اللي هو تمر به بتعب الأسبوع قبل كانت تمر به وبرج المتاع فاتها هو آخر أسبوع هو اليوم نقول لها يا عقرب أنت قاعدة شكاية متاعك طلع فيها لك الرادار تسني في الشبوك قل لها أرضي بالك متحلف على شخص معين أو شخص معين في قلبك قل لك برد قلبك يا ودي وسع بالك ودبك تعمل حاجة بعد تمشي بالندم أنت قاعد لك برج الشوك يا عقرب سواء ذكر أو أنثى قاعد ثم عليك بالمرساد صحيح ظلموك برج الناس برج العقرب لكن أما قيتش لها مرد ديما تقول حسب الله ونعم الوكيل في هذا البرج أنت إنسانة عندك حاسة سادسة برشة تكرم الناس وحتى حد ما يكرمك برج العقرب قاعد تمر بصعوبة كبيرة برشة سيح عدد ثقة برشة الناس المدة هذه عندها قلق في بدنين ديما عندها برشة أوجاعة في ساقيها وفي ظهرها ديما متقلقة وفي أوقات تجيها أوجاعة في ظهرها نقول له أذكا مالسترس حاولي أضحكي ألعبي أخرج من معزق هذي ديما أتكلمي ماذا بك تخبش في قلبك راموش باهي ليك ديما تكوني سابورة إن شاء الله يكون مستقب لك يخبي لك أكثر من لازم لكن العقرب ننصحه ديما برج العقرب الجري يبدأ له فترة هذية مش باهي ليه ديما أعشق ديما الأزرق والأكحل ديما ماشي معها أكثر من لازم أرقام الحظ اللي يناسبه برج العقرب هو خمسة ورقم تسعة يمشي معاهم به كل من تربح فهم تلقى ذلك النتيجة والأيامة اللي يناسبوك هو ديما نهار الجمعة مبارك عليك ويوم الأثنين إن شاء الله كل أثماني الأبراج أختنا أمال مبروكة عليهم إن شاء الله يا ربي نسل كل ديما مظهرة وديما عندها الحظ الوافر قدامها نذكركم من توم إذا كنت حبوا تشيركم معنا إذا كنت حبوا تعرفوا شهو مخبي لكم الحظ مرحبا بكم كلمونا على سابعين ثلاثمية ثمانية وعشرين خمسمية مرحبا زيدا بليكم مانتر متاعكم نستيقل على الباج فيسبوك راديو ميت تونيزي نذكركم الي اليوم تجمو تربحوا معنا قلاد جلب الحظ بطبيعة انتوما اللي بشتشيركم ربحوا شكون فيكم في آخر البرنامج وبينسير اللي عنده حلم يحب يفسرها زيدا مرحبا بي يخليكم مانتر يكلمنا في استندار يكلم جميلة ويحكي لها الحلم يكيد نحن نفسرها في ساعتنا الأخرى من حظك وحلمك راجعين بعد ما نسمع الموزيكة